اشتركوا في القناة 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 نساوناش معنا رانا أميل علوين موصلين في الحوار هذا يقودوا معنا في كلام رمضان لانترفيو لحدش وثلاثة دقائق رجعنا معكم في كلام رمضان لانترفيو فاصل مهوش طويل نرجع مع أميل علوين هلا وسهلا من جديد أهلا وسهلا بيك بشي نسمعك بعض المقاطع وتقول لي أي المقاطع فيهم تحنلوا أكثر لو تسمح نجمو ما قعط هوا بش نسمعوهم وتقول لي يلا على بركة الله يلا لولين زينا برشا موسيقيتو هذا المقاطع الأول نمشيو للمقاطع الثاني هذا المقاطع الثاني من جرية حمودة والعمل الثالث لاييم عنبار الليل جرية حمودة لاييم من أعمال أميل علوين ما همش الأعمال الوحيدين لكن من الأعمال اللي موسيقتهم قاعدة أكثر في الذاكرة أكثر من البقية ناوك أكثر واحد فيهم تحنلوا من الثلاثة هذوما هم ثلاثة حلوين برشا وثلاثة لقاوا نجاح هاي ولقاوا نجاح حتى سعيد الريم زيدا سعيد الريم زيدا صحي سعيد الريم زيدا موسيقته يصير مزيانة في هذوما يمكن عنبار الليل عنبار الليل حبيبة هاي حبيبة أكثر عمل تحنلوا لا لا على الموسيقى الموسيقى أكثر عمل تحنلوا فيهم أدواري كل عندي عطف خاص ليهم الكل ما عنديش كل واحد وعن برليل خطر مختلف وبرا في نوعية الأدوار كان نعمل نقلة شوية في نوعية اللعب اللي أنا كنت نلعب فيها قبل معناها كنت ديما الأدوار الجادة والمرأة اللي عندها الدفع على قيم ومبادئ وكل عم برليل لفن فتاة معناها كنت نظرة وتبدلت معناها النظرة هي معناها بديت تحياتها من خديمة كانت معناها من مستوى ضعيف يسر وتوليت معناها مرأة مشهورة الرقصة الأشهر الرقصة الأشهر في وقتها معناها هذو اللي يخليه مختلف على الأدوار الأخرى الخلطة اللي موجودة غديك إخراج اللي عمل إخراج لحبيب المسلماني كان حاضر معنا نظيفنا البارح في أول حلقات قل ينحنن للإخراج والشغاف مايموتش أنا قلت له يمكن بالغياب هل الشغاف يموت ولا لا بالغياب زادة هل شغاف التمثيلي نجم يموت؟ لماذا؟ شغاف التمثيل كما هو عند أمير علوان؟ بطبيعة الحال حتى لو تتكرر مواسم الغياب وإحنا مواسم الأعمال متاعنا هي شهر رمضة برح برح تتصور في فيلمين برح تتكرر في تلفزاي ما يقلقنيش في الكاريير متاعي لكل جيت أوقات تقعد ثلاثة سنين ما خدمتش واربع سنين ما خدمتش لا ويتات فهمتني إيجا نقلق راهو هذا مكتوب ما تعرفش عليها معناها اليوم ما فهمه وغدو ما فهميش ويلزم معناها معاينة تخليك تقبل أنك تكون مش موجود لكن الممثل أنا معرش يقول لي أنت الممثل نعرف أنه عنده من الأناع العالي بعض الشيء عن البقية فأختي اللي رأى فهمه إنتاجات اليوم نحيه بطيطر على سبعة إنتاجات بين زيتك وميات وأعمال التراجدية يتسائل يقول يخيانا بين هالممثلين هذم ولكل ما خطرت على بيل حتى حد لا ليش أخي أنا بركة ما أنت تفكر في نفسك برك زيت لا ما نخممش في نفسي برك أنا أقول بتدري أنا وضعيتي أخي ما برشة فناني نخري اللي غايبين لسنين الله أبار غايبين لسنين الله أنا أموها نخدم معناها معني شي قاعدة ما عنديش أنا مخرجة يعي فهمتني مع عنديش كان معناها كان التمثيل نعيش منه لكن فهمه بعض الممثلين هذي كان خدمتهم معناها كان نخدمش وما يلقاش فهمت دونك ربي يبعث القسم للي بالحق بلحق لازموا 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 فهمت يبقى الظهور تقول أنت للمشاهدة التونسية عندي هكا شوية إرضاء معناها الأنالي تحكي عليه أنت باعتباري عندي حصة تتعدى بلنهار أربعة في التلفزة الوطنية هذا خليلي أعملي هدوء زادة واني كيليبر من ناحية أي من ناحية أنه أنا مرأة معروفة وممثلة وفنانة مع أنت في البلد هذية حتى كان ما نظهرش في دور نظهر حتى في برنامج هاني موجودة جد خبائي عن بار الليل ومقارنة بالأعمال اللي توا ما تسميش فيه العنف اللي أنت قلقك توا في الأعمال الموجودة شنو العنف اللي كان فيه؟ ما عرش شيء العنف اللي أنت حكيتن أنه موجود توا أنت قلت فمو منسوب من العنف أنه هو نوع العنف اللي موجود توا يدي اللي حكينا فيه في الأف لا حتى قبل قتلي حتى في الإشهر لأنه التلفزة يزمها تكون زلدة بوابة خطر أنت تاخذ تلفزة مش مش تعمل برا مش يعمل كوميرسة تحب تدخل الفلوس مش من الإعلام إعلام ما ديكا مع مجعول إحنا للتوعية إحنا بلادنا عشرة سنين تهتكت إزم أتعاود بناء طويقة أكل عشرة سنين توينسة ولوليدة صغار اللي عمره عام في الثورة أو عمره معنيها 14 سنين شقدمت له أنت في الـ 14 سنين ثقافة غير ثقافة البوز وثقافة تقفيص العظم وثقافة معنيها الهشك بشك سمحني اللي داخل الإعلام في مخوب بشي يدخل الفلوس غلط في المكان ليه غلط في المكان وين يمشي؟ يمشي يعمل حاجة أخرى يبني ديار يبيع يعمل الفلاحة يعمل الطرقات يعمل قناطر يعمل حاجة إذا موهبته ولا غرامه موجودة في الميدان هذية فماش موهب أنا مريدش مديري قنوات أنا عندهم المواهب اللي تحكي فماش موهب مريدش فمديري قنوات اللي هما مخرجين واللي هما زادة في نفس الوقت منتجين نحكي تحكي تعالى مدير قناة واحد بشي يعمل قناة فمت المنتج موجوده وحط فيه فيه جيبه فيه فلوس الإشهار اللي دخل فيها مولى القناة لا يا فاما قلت لك يعني ملائقة هتلقى هو زادة منتج في نفس الوقت متعامل وهتلقى هو زادة مخرج اذا من كل فيه مش مواهب هيا كل حكو يا حريدي ذاك يعمل دنيا الكل ها يحل قناة الروح ويعمل فاهو وبرنامج الروح ويتفرج فيه روحه ويتفرج فيه الناس ويتفرج فيه الناس عنا وانتي من بين الناس وانتي من بين الناس اللي يتفرجوا عنا لنوع الكل عنا حتى مندجين عمره في حيطه ما يجيب فكرة ويعمل برامج لكل معناها يقول أفكار وهما معنا مثلاً برامج موجودة ومشارية معناها ليه كونسيبت موجودين في العالم ما فهمت ما عندي ما فهماش حتى كرياتي فيتي فهماش حتى من البرامج البشرية السناهي عنا تضحكت خرج مع سامي الفهري في قناة الحوار تونسي شفتو؟ ما شفتوش؟ ما شفتوش؟ لا شفتوش لا شفتوش لا لا شفتوش لا لا شفتوش أنه تراها فكرة ذكية أنه في عوض نعملوا سيت كوم لموا الكوميديين في برنامج مع بعضهم فكرة تراها ذكية ولا لا فكرة عادية ويجع عندها سنوات وتمشي على روحها ما هيش فكرة هكا اللي ينقولوا عليها ايه اه منعرش بش نحكم الحقيقة هو الفكرة متاع البرنامج أنه يجيوا كوميديين ويتلاموا في نفس المكان طيب هكي تخرج كوميديين هكوميديي اللي موجودين آآ إه جعفر الجاسمي بسام الحامراوي عزيزة جبالي واسما هي أخرى موجودة لبنزديري نفس الشلة معنا هي مش يجيبو كوميديين جدد آمان عبان يهي يعنش دد آمان عبان؟ معناها نفس الشلة بتاع القناة لخط القناة عندها العالم شلة تقلقك انه في القناة فم شلة? اه? تقلقك انه في قناة عندها فم شلة? او مجموعة تخدم مع بعضها ديما? يخدموا ربيعينهم ربيعينهم مش هذة مش هذي مشكلتي اراها ولا هناجيت اليوم لاني مش نقيم العباد ولا تجارب العباد كل حد يخدم ربيعينه. ان شاء الله. وضغن معناها كسميت الاسماء عرفت انه نفس الوجوه اللي موجودة في القناة هذيك معناه هم بيدهم معناه كنت ننتظر في حاجة مغاير حاجة جديدة باشتفاجأني بها كي قتلي هكا تون شوفو انه تون عمل عليه تالله كنت ننتظر بشي نحكي لك على فكرة ايه من كوكب اخر ايه من كوكب اخر معناه في حاجة باشتفاجأني فهمت حاجة مش مألوفة حبيت انفاجأك انا ما حبيت انفاجأك مش مني هو العمل اللي حاضرك ايك. ايه طعم شوفو غضو ان شاء الله. فكرة انه اه مجموعة تخدم مع بعضها يعني مخرج وعنده فريق من الممثلين ديما ننجو اعمال مع بعضنا فهمشكون يراها مش باهي اه لانه تحصر فريق مع بعضه ديما وما تخليش ناس جدود يدخل عليه وفهمشكون يراه انه بالعكس باهي انه ممثل يستانس بنفس المخرج مع نفس فريق الانتاج مع نفس الزملاء ويكون ارتح. اناه اللي تراها انتي اصح. انا ما نحبذش. تحبذش انك الفريق التقني النج. كمخرجة نقول لك ايه. اه الواحد يستانس يزمو فريق اه تقني يتفاهمه عرمش يعرف الكل واحد فيهم مشنو المطلوب منو يعرف المخرج اذاك اش يحب ايه نتفاهمه. اما اه نفس الممثلين اشك فوا الجمهور بيدو يمل. لو لو يقدر المخرج انه يلون بناتهم. يلون عن اعماله السابقة في كل عمل. اوكي نفس الفريق لكن الممثل ذا اكس اليوم بش نحطه في اه رجيستر اخر مكش بش تحس روحك تعاود فيه. اذا هو ينجح في انه يغيره يلونه يولي هنا المتفرج ما يقلقش ولا? والله هده تحبت له مخرج معناها امي ترانسان. امي ترانسان اللي كابابل بش يدريجي ممثل بش ممثل ينجم يعمل غول كومبوزي فاهمتني اه الدور المركب بتحبت له غش اخ تحبت له وفيه الريتم اللي يخدموا بيه في المسلسلات اللي ماذا بيه ممثل حاضر كيف ما هو ايجا اخر وقت اخر وقت حطه بش يخدم. دونك ما نصارش بش نوصله النيفو اللي انتي تحكي انتي خدمت مع اه مخرجين اكثر من مرة ونجح انه يلونك يعني مخرج عاودت معها اكثر من مرة ونجح انه يلونك ولا لا كي عاودت معها لكي تروحك تكرر. اه حمادي عرافة. حمادي عرافة. حمادي عرافة خدمت معها في اه وردة. خدمت مع ريحي فرنان. ايه. وخدمت معه شرع الحب. مع مصف لازار الله يرحمه. ايوة. وكنت باش نخدم معه هو عن برلي لخاطر كان هو المخرج. ثم يمشي لحبيب المسلماني. بعد مشي المثلسل لحبيب المسلماني على حكاية تبدلت لكن قعدت انا في الكاست. فهمت. دونك اه لدوار ما ميشبوش لبعضهم. نجح حمادي عرافة في انه يلونك. ايه النجح انه لوني. فهمت. اه. يصعب انه مخرج يخدم خدمة حمادي عرافة ولا يصعب انه تلقى مخرج كيمة حمادي عرافة. اه حمادي عرافة اللي به فيه من الله يبقي بخير. ان شاء الله. انحييوها من خلال الاداعة متاعكم. اه يمشي يسري يتفرج في المسرح. انا تعرف عليه على في المسرح. غاديك في المسرح. فهمت. مخرج اللي يمشي ويلوج على الفنانين في البلايس اللي يلزم يلوج فيها عليهم. معناه يعمل والمسرحي كيفاش يربعين المخرج. على الاداء المسرحي والصدق المسرحي في اللايف. موش كما في قدام الكاميرا. فهمت? دونك اه يعرف عمل الممثلين وعمل المخرجين في المسرح. فهمت? وهديك العمل الصحيح. هديك المدرسة على خاطر. وين يجدد الممثل طاقته? كان في المسرح. خاطر التلفزة في اللي خي تستهلك كيف ما انتي. كي ما انتي يجيبك تخدم. ايوة. يستقل لانو ما عندهمش الوقت بشي فورميوك. مم. عندهمش الوقت بشي علموك. ما عندهمش الوقت لحد شيء. يزمك تكون حاضر. وين التحذير للممثل? وين الممثل ينجم يجدد طاقته وينجم يقوله انا يجدد معون صنعته. في المسرح. المسرح هو اللي يعطيك الادوار المختلفة هو اللي يبدلك هو اللي فيه رشارش فيه بحث عه. معناها معانتها تعمل حاجات اللي مكش في العادي تعملها. مكش في العادي تاخذ ادوار معانتها صعيبة تاخذ ادوار مراكبة. مراكبة اللي تطلب وقت. تطلب وقت وتحذيره رشارشه. فهمت? آآ آآ الدراماتورجيا في المسرح. آآ حاجات مش تخليك تتعبى من الداخل. آآ تخليك تتكون انتظر الاشياء وتتعرف زده. تتصرف في ادواتك صوتك صوتك في المسرح انتك الوقت باش تترينيه وباش تتآآ تخرج منه حاجات. فما مخرج استلهم مرة من هربع مسرح هي عملتها امال في في المسرح فاجابة كما هي حطها في التلفزة هوك استغل انك دي جا كنفيرمي فيها في المسرح وهزها بيك للتلفزة. لا. لا. ما زلت انتظر في انه تصير حاجة كما انا اخي. ولو بعتت على المسرح انت. ان شاء الله. والله ننتظر في في نص مسرحي محترم. الحقيقة. فودفيل ولا كلاسيك ولا فيش نيب الضبط. انا مصالحة لكل شاء. معناها ما عندي شروط لكن الكاليته. الكاليته هي اللي تخليني نرجع للمسرح. فهمت اه. اخر وقوفة المسرح كين? اعملت مسرحية اسمها فيزا تأشيرة. لكن بعد عملت تلتة مسرحيات. الحقيقة مكنتش راضي عليهم. ووقتها جي دي سي دي انه نزمني نوقف. مسرحية جامعية كنت اسمها فيزا. فهمت اما الاهم مسرحية الخرانية اللي عملتها هي فيزا تأشيرة. فهمت مع سي بشير الدريسي كمخرج. اه نيفو حلو برشة. موجودة ريم صورة في التلفزة الوطنية معنيها. يعني كان لوجو فيزا نلقاوه في اليوتيوب. مش تخرجلنا. مش تخرجلنا لو ما نشو بتاع كريم الغاربي فيزا. خطر اسمها فيزا زيدا. ما فوش هل تخرجلنا فيزا. ايه خطر تقا ما تفرش في فيزا متاعينا خطر واحد ما يعودش نفس التيتر. ما ولا ما يسمعش بيه بوتيتر. حاجة اخرى. هجي يكون ما اسمعش بيه. حاجة اخرى. هجي مكون زيدا الماركتينج ولا بيوع المسرحية ما صارش بالطريقة اللي ازمة. علش اليو مثلا فيزا اللي هي فيها ممثل واحد. خلطت اكثر من مسرحية جماعية بنفس الاسم للناس. خدمة مسرحية مش نحن بتاع البارة حد. ما ايه عندها مدة. فمت عندها مدة من اللي من اللي اتعملته. والثالات هم بعد ثلاثة قطلت لك مسرحيات اللي اه ما كانوش في مستوى انتظاراتي جموع اينا. وبعد اه وخرت بالتوالي قلت امال يا نعمل حاجة بيه يا. يا خليوني رايزة هك على روحي. دي جا نعمل في برشا حاجات اخرى اينا. بلاي سؤالك بل الفاصل قصير زاد هو مش مش نتولو فيه. على عشرة قديش قلقة امال علوان. حتى طرف. فانيش قلقة بالكل. فاصل قصير ونرجع ولمش مننا احنا راه. عليش سؤال هدي سألته. مش مننا احنا. ايه. قديش قلقة عندك هكا نسمى متع قلق في اليوم متاعك في. ما عنديش راضية بما اعطاني الله بهي بل الخير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. قعدت دور في الطبيعة والاشياء هذيك. ايه. حسين الروح هذيك. عندي هدوء نفسي فضيع. وجديد. وجديد علينا. ليه مش جديد. سفي فما بريود. قديش. من الفين وثمونتعش. من الفين وثمونتعش. سنوات توع لها الهدوء الجديد اذي. بعد الفاصل فش نعمل وزوم عالسينما معك انتي. امال العلوين اللي هي تقدم البرنامج هذيك كل نهاري ربعة اه قبل شهر رمضان وحتى بعد رمضان نرجعو كل نهاري ربعة ان شاء الله. ايجا عندي الحلقة لولا بعد رمضان هذا. بعد رمضان شكون نضيفها. اه يونس. الفارحي. ليه. اه. يونس. اه. تتفكروا بعد الفاصل. نتفكروا بعد الفاصل. نتفكروا بعد الفاصل. لكن الفيلم اسمه سوفيزي. نتفكروه بعد الفاصل راجعين معكم. بعد شوي. انتو ما تسمو في كلام رمضان. ترق الحنش على اي فان. احلى غاديو. او ربع بعض رمضان شكون ذيف. شكون حاضر. يونس بالحجري. يونس بالحجري. في قطر. في عمان. عم مشارك فيلم القطرة. في عمان. ان شاء الله رب يوفقوا. امال عوان زوم على السينما انتي. السينما متاع امال العلوان كممثلة امال العلوان في السينما تونسية. حابوا نعمل وزوم عليك انت. تعتبر روحك في السينما اه شاركت بما فيه الكفاية بما يرضي امال العلوان ولا قدر قليل جدا. قليل جدا. عاللخ. قدرش من مشاركة في فيلم امال العلوان. فام افلم قصير. على اصابع اليد. اي او اصابع اليد الواحدة. اه. اليد الواحدة. اليد الواحدة. قتل انتي مزلتك كانت عندك تصوير مؤخرا في. اللي هو. اه كورمتراج. اه مزل اه ان شاء الله بيانتوا يخرج. المخرج اشني اسم الكورمتراج امال علوان? خلي مبعدهم. تخاف عليه لا يبطل. ما نحب ليش ليبطل. العين حق هاي. هذي تابع التعبد اللي فيه امال العلوان في الفترة الاخيرة هذي. العين. اه العين حق اه. العين حق انا كل ما اه ما نحبش انا التطير لحقيقة. ام. تبقى كل الخدمة نخدمها الان بعد نكل ما اكتب لي معنيها. بعد ومش مش مش بالسهل. مش بالسهل. انا بعد عمبر الليلة. عملت حد فقعت اربعة شنين في الكومة. بعد النجاح هذيك. النجاح هذيك. ولي كنترالي سححتهم بعده لكل طحو في الماء خطر انا اكسيدونتي كل. ما نجمش تخدم بعده مباشرة. هاي. في اه مسلسل وردة زي ده كيف كيف بعد ما خدمته تخلص بيت عمرو ضط. يعني كل عمل. كل عمل نعمل فيه نجاح باهر. هاي نكل غالبا. وخاصة دور حبيبه في عمبر الليل. اه يه لدوار الكل. اربعة شنين يوم بعض وراح. اه ان يتعدى سيدي. اليوم وليه تخايف اللي يكلموك وتنجح. كيتعدى شهر ومكان ماك حد دخول صحة بشتقعد لابس. ليه ليه ليه. والله ليه. اسمعلي كل ما عطيه هنا ربي به. الحمد لله. توت سويت اميل علوان نمشي معاك في انتريفيو سانزلافسكي. يلا. اه اميل علوان سانزلافسكي يطرح سبع اسألة في تكوين الممثل. سألوهم ديما الضيوفنا. اول سؤال يقول من انت? هو اريو. من انت اميل علوان لو تسمح في السؤال. انا شكور. ام. كل سؤال ماذا بينا عشرة ثواني جاوبنا فيه. كان عنا كرونو متر سيدة المخرجة. اه 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 سويل صعيب يسر مش بتاع ترصب عن ثواني اه. تره من انت عتينا ثلاثين اي. من انت عتينا ثلاثين. بتبيعته خمسة وثلاثين مش انتعبها مش نقص منه عشرة. من انت اميل علوان. روح تايها في هالدنيا وكاو. قتلي ماكش قال غي قبيلة. تايها في هالدنيا تبحث عن نفسها. الى متى تبحث عن نفسها. مدى الحياة. فما وقت نقولوا فيه وقاية نلقاو نفسنا ولا. مهات نلقاها سيئة انتهي. جاي موفر. يوفى البحث يوفى الشغف. لا. الحياة ديما تفاشقك وديما عندها حكايتها وعندها حاجاتها ليتلزك ديما مش تخليك تتحرك تخليك تخمم تخليك اذا كان مع انتها فقط التخمام وفقط الاحساس وفقط كل شي ما عادش عايش. دوك الحياة هي امتيحان. الاخر نهار. امتيحان للبحث عن النفس? هاي عذيت. احنا فين توا? غير انو ايافهم. يقولك احنا انتي توا وين? في اي زمن? زمن الرداء. شنو? زمن الرداء. زمن التعاسى. قديش عنا واحنا فيه الزمن هاد? عنا مشوار. كم يمتد هدا المشوار? سنوات عديدة. نحلم جملة فيها اربع كلمات معاك اميل علوان. كل الجمل قصيرة. غدا افضل. من اين اتيت? مين جيتنا? جيت من الرياضة. كيفيش? كنت رياضية قبل ما نبدأ برحلتي كفنانة. اه بالضبط كيفيش الرياضة كانت? كنت في الفريق القومي. ام? وقريت في الفريق القومي لي? العدو. للعدو السريع. اي. وكنت نقرأ في المعهد الرياضي للمنزع لول محل. وكنت بطلة. مع انت في العدو السريع. واليوم في الهدوء المفرط بعد العدو السريع. بنتيش تحب الليلة. تحبك انا كنفوه اينا واحد تحب على البوز. انا 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 مستمتع بالهدوء. كان حاش نارى نسألناك على اسألة البيوز. احنا مسألناكش. مفتحنا لكش المساح انه بش نمشي وغاديك. اه ماذا تريد? اعمال علوان. الهدوء. المفرط? لا الهدوء الطيب الهدوء. لماذا تريد? لي فيه الطمأنينة. لماذا تريد الهدوء? لانه انا زاد في مرحلة من عمري لي هذك هوا. فهمت? كل مرحلة في العمر العبد يتطور فيها الانسان وانا وصلت للمرحلة تويكة متاع هدوء. هدوء. علش تحب عليه توا? ولماذا الآن؟ لاني محتاجة نحب نحس الطمأنينة. طمأنينة راهي مهيش ساهلة لعبد باش يوصل لها. طمأنينة انك تحس لروحك معناها متزن. انه تعرف حقيقة الاشياء. انه مش كل شيء يجبدك. مش كل شيء كي مقبل. تعرف روحك وين ماشي. تعرف روحك ش تحب. هذا في الدنيا نتصور. كي يوصل لها الانسان في مرحلة معينة من حياته. تقول لي عنده كنته مأنينا. معتش ملهوف. معتش يجري. شنوء المطب ولا العرقول? عرقول كيفيش? الايمان. ختم تاخذ كل يكتبلك. وانعمة بالله. وانعمة بالله. وانعمة بالله. اكثر شيء ما تحملوش في اميلو علوان. ما هو مش ما نسلت استنزفت كذي. خرجنا منه. ساعات نعودة غلاطي. يذولي مش ساعات. ساعات نعودة. ساعات. ايه. اللي هاي. اما طوى واللي تناقف. اغلاطك تجاه نفسك ولا تجاه الاخرين. تجاه نفسي خاصة. كيما? تتعصف على روحك. اه نحمل برشة حاجات فوق طاقتي. لاسعاد الغير. فهمت? ومن خممش في اميل. خمم في اسعاد الاخر. اسعاد الاخر. وهذا تعبني. قررت انه انه نقص. نقعد نسعد نفسي. هالنزيفة ذايا نقص النزيفة ذايا. وكهو. الانسان كي يعود الاخر انه ديما مع انه ديما مدد اليد المساعدة ديما موجود في حياته. كي يرجع للعادي. الاخر يتقلق يوال يلوم فيه. صار لك هذا. بتبعت الحال. بتبعت الحال. يعني اللي ستنسي ياخذ. ما يعطيش. خذيو انه المساعدة بتاع امال مسلمة. ما هيش عادية معناه. اي 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 اي. ما هيش ايفور. ما ايه. معناه انتي طيب. وتصبق غيرك على روحك. وتحب توصلك الانسان ولك العبد ذيك للحاجة. تحب تتعب 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 بالحق. معناه تساكري في وقتك. وعمرك راحتك. اه اه اه. معناه الحساب اذيك تنجم انتي حاجات اخرين فحيات كنت تنجم تعملهم لي كنتي. تستفاد منهم تلقى روحك معناها تبري بو غلي زوتك. فهمت. دو كيانسر تماما تقول جارك. اقف. تحسب نفسك. فهمت. انا عملت حسبت نفسي وتوام بعد الحساب. وليت جبغي بو مواما. اه? لأ. وليت اه ما اخذ الدنيا كما دي كما تجيني. فهمت كما هيه نعيشها كما هيه. ونعيش برشا مع روحي. تقرب لله يخلي الانسان ارتح في المرحلة هذي. انا ربي يبدي ما معايا. في انو. الحقيقة ده ربي يبدي ما معايا من نولي. معناها عمري ما كانت اه معناها ما عنديش اه فصل علاقتي معناها عمودية مع ربي من نولي. فهمت اذك عليش عملت كاريير كاملة ونحمد عليها ربي في كل معانيها بما يرضي الله. فهمت. اتبقى فهمها كل حاجة ووقتها فهمت. ما انت ما شو بيان كومسا من. لو نعتيك عصا صحرية ترجع تغير حاجة من من الماضي شنو تغير. كل شي تخلي كما هو. كما هو. حتى تصلح في حاجة. حت شي. بايهي لو نعتيك قدرة خارقة انك تسافر عبر الزمن تمشي القدام. شنو الحاجة اللي تتطمن عليها من القدامي تمشي تشوفها. توحشت بابا. كحو. دونك هذي لو نرجعك للماضي لش كون تمشي. تمشي للوالد. الله يرحم. نشوف بابا. قدش عندهم اللي توفى. نعم تسعين. الله يرحم. عربعة وثلاثين عام تبقى. توحشت برشة. تعتبر انه ما خلطش على اي شي تقلقت فيه امال علوان. ما شفش عام تلين عام عشرين سنة وتوفى. يعني وقت اللي انتي بديت تتفكر في شنية بش تتقلق هو توفى. الله يرحم. انا صغيرة بديت خطر المسرح فهمت. كان هو صحح لي مي كونتخا. لي في المسرح. خطرانة مي نقر فهمت. كان هو صحح لي كونترت ودي. اما شف شاي ما اللي عملته. ما شفش ولدي. ما شفش شحياتي. ما شف حتى شاي. فرحتك تقلقك ما كانش موجود فيه. شف شاي. والبو. تسند. حاجة مهمة. حاجة مهمة. والدي ما يعرفش عزيزه. حاجة نقصة في حياته. في في سوريا عندهم مثل يقولوا على الاب. آآ. غير حتى حضوره الجسد يقولولو حسك بالدنيا كل. آآ. يعني مجرد انه موجود. حسه حتى مش قديم. آآ آآ. مهم ياسر. شو التقلق النجاح اللي لو كان عند القدرة على قل يشوفو هو. محبة الناس. كهو. انا عايش محبة الناس. امال محلها. امال قدش كذي. امال قدش فرحتنا. امال. آآ آآ. وين نمشي البلاسة. وين ندخل لأي بلاسة. وين نبدأ ندور. وين نبدأ في في الشارع. في مرشي. في حانوت. في آآ. في آآ. في آآ. في آآ. على الفيسبوك. نحل نسمع عن الكلم العبيد. آآ. هذي كاليسانس اللي نعيشو بيه. احنا الفنانين. او رانا ترا الكاراباس من البرة. ما روحنا عنا هشاشة لداخل آآ. ما هيش الناس لكل آآ. اللي اختيست آآ. الفنان جاي من هشاشة. آآ. كريستال. حسية. فمت آآ. معناها. شيكسبير يقول الجملة الممثل بليش وجيعة مش ممثل. آآ. هيك علش انا قطلي انتي نرجعوا بالتوالي. اشت فسخ قطلك ما نفسخ شي. كلي انا عليه اليومة. جراس للتجارب الخايبة. التجارب البيهية. لونك لو كان عندك القدرة تفرج وفي مشهد متاع انتي في الشارع وياه. هميلوا علوان. محليهم لعبات. محليهم لعبات. محليهم التوانسة. ويقدروا الفنان. ويعرفوا الفنان للباهي. ويعرفوا الفنان الاصيل. ويعرفوا الفنان اللي يعاونهم في حياتهم من غير ما يشعروا. انا برشا نساي قلت قولي انتي قدوتي. انتي يعطيتني القوة. يشوفوني في مشاهد متاع مرات ونسية حرة. متاع مرات ونسية كذا. يقولوا لي الكلام هذي كي يساعدوني بصفة كبيرة كأنهم مش كأنهم معانتي ذاك أن نقارنوا لحساسا ذاكا ما دين عبارة على شرش رو عليا الذب والواحد فقراسي. تفرح كي يزروا جملة اميل انتي قدوتي كمرة. مش كان هذي مش كان الجملة هذي للا حقيقة. محبة 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 غريبة عند التوينسة. وانتي تظهر عليك القوة هكا. تظهر اي. ما غرقنا بالدموع. ان شاء الله ربي يرحمه. ان شاء الله يكون من اهل الجنة. اعيشك. اعيشك. وفخور بيك ان شاء الله. ان شاء الله. ما عملتش حاجة تغضب على كل ان شاء الله. اخر شي عنا اميل علوان كما انا نسألك الناس زادة يحبوا يسألوا الضيوف متاعنا. فعنا تدخل معنا بالتليفونين. بش يسألك سؤال ما عرفوش ما هي السؤال انا. معنا عاطف اهلا وسهلا. عسلامة. عسلامة يا عاطف. مين تكلم فينا? من نابل. من نابل. قدش العمره عاطف? تسعة وعشرين سنة. ذي فتنة الممثلة والمخرجة والمقدمة اميل علوان. شو سؤال يتحب تسألوه مبروك. شاء الله رمضانك مبروك. طال اي حسنة في السوت شو. لو تقرب شوية الميكرو عاطف. اي متاع تليفونك. شاء الله رمضانك مبروك. علينا وعليك عيش خوي ارحم والديك. اا اول حاجة الساعة ان كنت نسع فيك انا ان شاء الله اقول لك اا لاب يلحم الوالد. اي 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 تعيش وترحم سيدي. اه على فكرة مدام امال لاني نحبك بس يا رب. اربي فضلك. انا شو قل لك وليك اترحشناك مع تراو عمالك. اهو كافة مليا عادات. نعم نترزي في عنبر الليل كما كنت احكي انتي نترزي في اا الفيلم المساس اللي انتي فيه انتي ومنسل سويسة اللي رحمه انتي اي اي. ضروب الموجه. اي. ضروب الموجه. اي. ضروب موجه. اي. اي. اي اي. انا قلت لك اليه على اي انت خاذ لحد البلسة. الحمدولله الحمدولله انا من لو للا الحقيقة لعادات ما كنتش نحبها. لكن بعد زمان نفقت انو خلاتنا موجودين وخلات المشاهد التونسي والشباب التونسي. خلات الجيل جديد لو للا الاعادات ما كانش يعرف امال. ينسانا ينجم ينسى برشا اسماء. موصف السويتسي كانوا ينجم ينساوه لا يعرف كيف كيف. ما يعرفوش الزهرة فيزة برشا 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 مو مثلين اللي فارقونا وامكمام اي شاسمها. مصفى العدواني. مونيا. اه اي معناها برشا برشا اسمي رحلو. مازالو في الذهن ومازالو في النحمد ورب على هيك. وبابا. اي شبهيك عاطف. اي شكولك. انا لك سنتي عمال زيدي انا حاجة. عندي بور لماما كان البرنامج متع نهار الاربعة هذيكا. كل نهار اربعة او يرجع بعد الفطاة. اي زوم على السنينة. اي صحي تكتبع فيه. زوم على السنينة. احيك انا مدى ما مارفة دي كان ينخذ بالبرشا. ربي فضلك يا شخي انا عاطف اناهو الدور اللي اقعد لك في الذاكرة تحب تعاوى تشوفها مالو علوان في حاجة تشبه له. اللي ما يشوفك اللي ديما تتعارك انت في ريال جراجة. اللي ديما تتعارك انت في ريال جراجة. هذي كان دروب المواجهة. دروب دروب المواجهة. شكرا لك يا عاطف اللي شاركتنا الاسئلة هذية معنا مع عظيفتنا اميل علوان. نشكرك على حضورك معنا. نورتنا في اولى حلقات البرنامج واحنا فرحانين ياسر انك انتي كنت من بين مؤثين الحلقات الاولى. كلام الختام لك اميل علوان. نشكرك انتي على الدعوة ان شاء الله نكونوا خفاف ظل على المواطن التونسي. ان شاء الله رمضانكم كريم. بإذن الله. اخواننا الفلسطينيين اللي في الوضعية اللي هما فيها لانه الاخبار والفيديوهات نتفرجوا فيها الواحد قلب وتعب بالحقيقة. ناس مش لاقية تاكل. ناس مش لاقية تشرب. ناس مش لاقية تسقف في غتيها في هالبرد هذية. مش لاقية ميت تشرب. اه. ناس استشهدت وهي صايمة اليوم. اه. ان شاء الله رب يارحل. فما عميق جدا 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 لانه وتتفرج ايها ما. المشكلة مزلت قاعمة وما فاماش حلول حتى الطوع والنزيف متواصل. وهذا معناها ي. هل انتي عندك نفس الشعور بارحك نضيفنا مهذا برميلي. يقول لي نحس روح يقناني مجرد اني نناكل ونشق في فتري ونتبسم مع عائلتي كل يوم. والله مرارة كبيرة جدا. مرارة كبيرة. واحد يقول اسم الله ويشرب الماء. يقول هذوك مش لاقينها شربت الماء اليوم. تصور انتي تقوم تلقاش داركو. احساس كوي. مش تبيت. مش تقعد. مش هاد مخيف. في شو مش تاكل. شو مش تلبس. شو مش تعمل. كل شي التقام دك دي قدامك. مجرد الاحساس مخيفة ما بيلك بالمشهد. فهمت. انتي احساس فقط. ما عندك شاي. تقوم الصباح تلقى روحك انتي يتوني بيخسر. ما عندك شاي. في يدك اضراب ومتع بلادك وانتي تدور. وكان كثرت كان عنده ماذا وفي مشي يصور بورتابل. باش يصور لك الحالة اللي هو فيها. والناس تتفرج. ولا حياتها لمن تونيدي. انه في اه نرجع ومسايلش نقطة اخيرة في اعمالنا في بيب الرزق. اه في المكان اللي يخدم فيه كمال تويتي فم عالم فلسطين. وفي الفلوجة فم اغني على فلسطين في اولى الحلقات. تعتبر باهي محليهم كي نوه هذي ولا كي مرأي اللي يقول هذي اه شعبوية الدراما. قل لك حاجة. ام. تعرفني انا صاريحة لفم فم. الحقيقة ام. تم توجه مشينا فيه. ام. مش مش هو. فهمت. باهي ومش باهي. اح تعاطف بهي الله يبارك. تعاطف معايا وحدكم. اما تولي. كان مش تقدم مشروع يزم تكون كان على فلسطين. كان عندك غناية ما عندكش غناية بتاع فلسطينية ما تعمل شاي. ما تقدمش مشروع. كان كل شي على فلسطين. فهمت? ما نجموش كلنا نحلموا ب ب ب فلسطين وما تنجمش تكون فلسطين. معناها معناها تستحوذ على الافكار تعني سلكل. فهمت? فما كوا فنانين يحبوا يحلموا باعمال. يقدموا اشياء اخرى. قدموا اشياء اخرى. ويخليوا مجال هذي كبش يقدم فلسطين. انا نقدم على منعرش كون. انا نقدم على منعرش نوع. المشهد الفني يلزم يكون مشهد متنوع. يعني السمعي البصري مش كل شي لزم يكون مطالب انه يتحدث على فلسطين. صحيح. معناها انا كم اه حطت سيدي انا ملعة الوين عندي برنامج سينيما. مم. قديش نجم ده ندبر من فيلم فلسطيني. قديش من حلقة. قديش من حلقة. مم. عملت حلقتين. هذيك قدرت عليه ما نجمتش ناخذ فيلم فلسطينية اخرى باش نعد. ايه نبطل البرنامج. فهمت المتجم زادة تجيب في برنامج غنائي ولا حاجة كان مطلبين يتغني على فلسطيني. اغاني وطني. ولا اغاني وطني يا سوديزون. فهمت? من نجموش نواصلو هكا. دك فهمة اللي عندهم توجه هذيك ومن اولو الفن متاعه ليقدموا يمشي في الجانب هذيك وفهمة اللي عنده جانب اخرين من الفني نجمي قدمهم. صحيح. ما تجمش تقصيهم. هم ديجان ناس. معناها الثاورة كملت عليهم اكل كورونا عامين قاعدين. واه. معناها وضعية الفنانية راي سعيبة. يزم الواحد يسيب شوية للعبادة دهوما راهم تمحقوا. راهم تعبوا. راهم باللي تتصور. فهمت? لان فما ناس ظروفهم ما تتحكيش عليها. لانه يقعد فنان واسم كبير وكل. معناها تحترمهم. ما تجم كان تحترمهم خطر. هذيك المورد العيش الوحيدة متاحهم. وذيكش يعرفوا يعملوا. ما تطالبش واحد. اه مش يعمل حاجة مش متاعه. ما ينجمهاش. ما ينجمهاش. وفلسطين معناها موضوع مهم ياسر. ودمالة تربينا بها. معناها مش مناس سهل. مش مش لازم الناس الكل تحكي عليه. مش مش لازم الناس كل تحكي عليه. مش مش مسهل. لانه مش الناس كل عندها الادوات بش تحكي عليه. فهمتها? معنا موضوع مهم. لكن مش الناس الكل عندها المقدرة بش تحكي فيه. ما لزوش انه الناس الكل لازمها تحكي. ولي ككا اي انسان ينجم يحكي. وبطريقة. نهيش اللي اه توصلنا رسالة. صحي. اللي حاشنا بعشرة. ربي يشفي كل الجرحة في فلسطين في غزة. ربي يشفي الجرحة ربي يرحم الشهداء. ربي ينصر المقاومة بكل اطياف. شكر لي كاميل علوان. شكرا. على هالحضور ده يا فرحنين برشة اللي على كلمة الختام زاد اللي قلت هنا وذكرتنا بخواتنا في فلسطين. وصلنا لنقطة الختام في كلام رمضان لانتيري فيو. احنا موادنا غدوة في نفس التوقيت. شكرا لعزة توتي في الاخراج. ملك معلاوي في الاعداد وامربح في الفيم تيفي. وامايمة قربي في اللويب. موادنا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت بداية من العشرة متعالية. تصبحون على خير. سبحان الله.